موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من شؤون عمالية واقع المرأة العاملة في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي ما بين الاستغلال والإهمال قلة الدخول انعدام تأمين إصابات العمل الأمراض المهنية إلى حالات الأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة حقوق كثيرا عدمت أو كادت أن تنعدم متعلقة بالضمان الاجتماعي والمساوى أمام ذلك سنترح أليات عمل دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهل أنصفت القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المرأة العاملة في السوق عائشة حمودة ستكون ضيفتنا في الاستوديو سكرتير الدائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي أهلا وسهلا بك وسيدة مونة الخليلي عضو الأمانة العامة أمينسر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مساء الخير وسيكون معنا مشاهدين وعبر البث الفضائي من جنين سيدة إيمان القاسم منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين أرحب بضيفاتي جميعا في هذا المساء وبالتأكيد سنترح كل القضايا المتعلقة بحقوق المرأة العاملة في السوق الفلسطيني وكل المعيقات والتحديات وتحديد ما يتعلق بدائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبداية نكون مع هذا تقرير مشاهدنا الأعزاء الذي يصلت الضوء على أهمية دور النوع الاجتماعي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المعيقات والتحديات أبرز القضايا التي تتم متابعتها من خلال الاتحاد وما يتعلق بحقوق المرأة العاملة في التقرير التالي وبعدها نناقش وإياكم دائرة المرأة والنوع الاجتماعي هي أحدى دوائر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتعنى بشؤون وقضايا المرأة العاملة في مختلف النقابات الوطنية والفرعية والمواقع العمالية على مستوى الوطن وتعمل هذه الدائرة على تشكيل الاجتماعي عمالية في مواقع العمل المقتصرة على النساء أو تلك التي تشكل المرأة فيها نسبة حضور عالية هيكلية الدائرة سكرتيرة الدائرة وهي عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منصقة مركزية الدائرة المركزية وتضم في هيئتها الإدارية منصقات دوائر المرأة في المحافظات المختلفة منصقة محلية لكل محافظة لجنة لسائية في النقابات الفرعية رسالة الدائرة الاهتمام بشؤون المرأة في سوق العمل من حيث متابعة حقوقها كافة وتبصيرها بواجباتها وتعزيز مشاركة المرأة وتعزيزه في الحركة النقابية والسعي لتحسين ظروف وشروط العمل وفقا لقانون العمل الفلسطيني واتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية والعمل على تحقيق المساواة وإلغاء أشكال التمييز كافة بحق النساء العاملات أهداف الدائرة متابعة ومعالجة قضايا ومشاكل المرأة العاملة ورفع المستوى المعاشي لها وتطوير شروق وظروف عملها تنمية قدرات المرأة في الحركة النقابية وتطوير مساهمتها في رسم السياسات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رفع نسبة مشاركة المرأة وحضور النساء العاملات في النقابات التي تمثل قطاعاتهن المهنية وتنظيم حملات تنسيب المرأة العاملة للنقابات المهنية تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها ومسؤولياتها وفقا للقوانين السارية ومعايير العمل والتشريعات الدولية تطوير قدرات المرأة من خلال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والتجارب النقابية محليا ودوليا من جديد أهلا بكم مشاهدينا ونكون في هذه الحلقة من شؤون عملية حول حقوق المرأة العاملة في السوق الفلسطينية وكذلك ما تتعرض له في السوق الإسرائيلية وبالطبع هناك تحديات كبيرة تعيشها المرأة العاملة يوميا في سوق العمل إن كان من الاستغلال وقلة الدخول إلى انعدام التأمين الصحي والدخول العالية وكثير من الأمور التي تخص المرأة وأيضا يضاف إلى كل ذلك سياسة الاحتلال الإسرائيلي والاستغلال لها خاصة في المستوطنات الإسرائيلية هذا ما نناقشه في هذا المساء ومن جديد أرحب بضيفاتي في الاستوديو وأيضا عبر البث المشترك الذي سيكون مع استوديو جينين نبدأ معك سيدة عائشة لو أردنا أن نضع تعريف لواقع المرأة في سوق العمل الفلسطينية أبرز المشاكل التي تواجهها وتقومون برصدها في الاتحاد العام لنقبة عمال كيف تعرفها؟ العناوين التي حكيت عنها هي عناوين جدا مهمة أولويات عمل دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين القضايا الخاصة في النساء في مواقع العمل قضايا جدا كبيرة وكل موضوع على حدة هو مشكلة موضوع قانون العمل الفلسطيني موضوع موضوع العنف المبني عن نوع الاجتماعي موضوع موضوع الصحة والسلامة المهنية موضوع موضوع عدم التمييز السلبي ضد المرأة وعدم المساواة في مواقع العمل موضوع جدا مهم موضوع الانتهاكات لدى مواقع العمل ضد النساء موضوع جدا مهم عندنا الموضوع كمان اللي مشتغل عليه موضوع الحد الأدنى للأجوه كان بال2014 عنواننا المركز اللي منشتغل عليه كان في حملات على مستوى المحافظات على مستوى الوطن وبجزء منه حتى أكتر من لقاء تلفزيوني وحكينا عنه موضوع جدا خطير لما منحكي عن 87 ألف عامل بنهاية 2014 لم يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني بالحد الأدنى للأجور 80% منهم نساء هذا مؤشر خطير ومؤشر خطير جدا يوجد عندنا نساء عاملات اتقاضة 400 شكل و500 شكل لا تصل نصف الحد الأدنى للأجور وتوقع على اتفاقيات بأنها تستلم الحد الأدنى للأجور دورنا في حملات التوعية دورنا في تسليط الضوء لصناع القرار للسلطات التنفيذية تشديد الجزاءات على تنفيذ القانون ورح نحكي بخلال اللقاء شو الإشكاليات اللي بتواجهنا في مواقع العمل وين دور السلطة التنفيذية بهذا الاتجاه هل فعلا فيه سلطة تنفيذية بتنفذ القرار تطبيق قانون العمل الفلسطيني في مواقع العمل وين خوف النساء وين عاملات المستوطنات يعني سلسلة من القضايا على أولويات عمل دائرة المرأة وما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى دائرة النوع الاجتماعي كيف يتم ذلك؟ هل تتواصلون أنتم مع العاملات؟ أم أن العاملات يلجأنا إلى الاتحاد لطرح هذه المشكلات؟ وبالتالي المحاولة في المساعدة؟ طبعا فيه باتجاه معاكس طبعا إحنا كيف بيكون طبعا فيه نساء تتوجه للنقابات والنقابيات هنا في مواقع العمل إحنا طبعا فيه زيارات متسلسلة عبر قطاعات مختلفة عندنا 16 إلى 17 قطاع موجودين في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين متشكلة دوائر مش بس الدائرة المركزية الدائرة المركزية بتتشكل من منصقات المحافظات ومنصقات القطاعات فكل قطاع يوجد به دائرة متخصصة عندما أحكي عن قطاع الزراعة في نابلس في منصق للزراعة في تول كريم في منصق في أغلب المحافظات لهذا القطاع يجب زيارة كل المواقع ويتم زيارة كل المواقع حتى نلمس واقع ما يحدث للعاملات في مواقع العمل سيدة مونة في اتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي أيضا تعنى بوضع المرأة ونحن اليوم نتحدث عن المرأة في سوق العمل الواقع الصعب في ما يتعلق بمعيشة المرأة ظروف عملها القاسية القوانين المعمول بها بالأراضي الفلسطينية هل هي منصفة للمرأة؟ أم أن عدم تطبيق هذه القوانين والامتثال لها وعدم المتابعة من الجهات المسؤولة هي ما تساعد على أن يكون الواقع للمرأة بهذه الصعوبة في سوق العمل؟ نحن في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من أهم القضايا التي جار العمل عليها هو واقع المرأة العاملة في دولة فلسطين وبالتالي تضمنتها استراتيجية الاتحاد وأخذتها بخصوصيتها بمشاكلها بمتطلباتها من جميع النواحي والقضايا التي مفروض أنه ناضل مع المرأة العاملة باتجاه تحقيق حقوقها الكاملة والمساواة الكاملة في دولة فلسطين طبعا فيما يتعلق بالقوانين والتشراعات نحن نعرف أنه هناك قانون عمل في دولة فلسطين أولى للمرأة العاملة اهتمام خاص ولكن نحن ننظر أنه هذا القانون العمل ما تضمن لكافة قضايا المرأة العاملة في هناك شرائح عمرية للمرأة ما كانت متضمنة ضمن القانون العمال زي العاملات بالمنازل بالزراعة إلى غير ذلك إضاف إلى ذلك أنه نحن في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من أولى أولوياتنا هو رفع الواعي باتجاه حقوق المرأة العاملة لأنه هناك يعني الكثير من النساء العاملات غير مدركات لحقوقهن وبالتالي يقع عليهم استغلال ويعانون من نتعتقد أنه هذا السبب قلة الوعي من المرأة العاملة هذا واحد أنه قلة الرقابة قلة المتابعة عدم تطبيق القانون هذا يؤدي إلى ذلك كل القضايا التي تفضلت فيها واحد منها عدم معرفة النساء بحقوقهن العملية تاني عدم الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل على المنشآت سواء كانت ملائمة صحيا ملائمة من ناحية الأجور للعامل إلى غير ذلك وأيضا هذا يجب أيضا ملائمته بالتشريعات السارية بالبلد باتحاد العامل للمرأة الفلسطينية ودمن الاستراتيجية للاتحاد كانت فيه هناك خصوصية للمرأة العاملة ولذلك كان فيه انفردنا بهاي الاستراتيجية بمحاور تعالج قضايا المرأة العاملة من التأمينات الصحية والاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى الأمومة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وهذا اللي بالفترة الأخيرة يشتغلنا نقابات العمال ضمن الضغط على صناع القرار من أجل تطبيق ورقابة المصانع ورقابة كل المؤسسات التي تستخدم النساء على الأليل يكون التطبيق الحد الأدنى للأجور اللي تم اعتماده بفلسطين سنعود إلى ذلك سيدة مونة وبالعودة لستة عائشة فيما يتعلق بالعمل لديكم وأبرز القضايا المثارة في هذه المرحلة أو قضايا لافتة لنساء عاملات وتحدثت عن أجور متدنية جدا تصل إلى 400 شكل شهريا وربما سمعت عن أرقام أقل من ذلك بهذا الاتجاه أنا أحب كمان أشير بالجانب اللي حكت الأخت مونة عنه موضوع قانون العمل الفلسطيني قانون العمل الفلسطيني أقر من الألفين نحن اليوم 2015 يوجد نسبة بما يعادل 70% من النساء لا يطبق عليهم إذا لم يكن 80% لا يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني في بوابة خاصة في النساء ومزبوط بقانون العمل الفلسطيني في بوابة من 10 مواد إلى 9 مواد في هذا القانون لكن هل فعلا هاي البنوط تطبق على النساء العاملات ولا لا تطبق هل فعلا يتم ابتزاز النساء في هذا الجانب وكانت هاي فيه نقاط ضعف واجهتنا مع القطاع الخاص أنه هذا البند العلاقة بإجازة الأمومة بالرضاعة كان أحد الأسباب أنه فيه نساء كبيرة ما قبلوهم بالعمل كان فيه عزوف عن عدد كبير من النساء كان فيه شروط محددة لقبول النساء في مواقع العمل لما بتحكي عن 16.8% نساء في سوق العمل موجودة بقطاعات محددة هاي مشكلة كبيرة لأن النساء طول هاي الفترة ما بترتفع نسبة وجودها في مواقع العمل وفي قطاعات مختلفة لأن النساء موجودة في القطاعات المتدنية يعني في الشغل المتدنية أو بصناع القرار بإشي محدود له علاقة في الطبيعة المجتمعية اللي بتفرد عليهم موجود النساء لكن بالطبقة اللي بالنص النساء مش موجودين فيه ظلم كبير يعني أنا التقيت فيه مجموعة كبيرة من النساء بيشتغلوا بالهندسة هي زميلها بنفس الكفاءة وهي أعلى منه لكن هي مش بنفس الراتب مش بنفس المسمى مش بنفس ساعات الدوام فيه واضح تمييز ضد النساء فيه واضح استغلال للنساء أنا ما بنكر كمان المؤشر اللي بس إحنا تحت احتلال فيه ارتفاع في نسبة البطالة ارتفاع في الفقر وغلاء المعيشة هذا مؤشر كمان ممكن يساعد إنه القطاع الخاص يقدش يستغل للنساء وجزء الأخو تأيمان رح تحكي لك عن قطاع الغزل والنسيج في جنين كيف يتم العمل معهم فيه ابتزاز غير مباشر للنساء فيه استغلال فيه توقيع عقود وهمية فيه مشغل إسرائيلي بيشغل عاملة فلسطينية وبقولها أنت المشغلة فيه ثلاث قطاعات بتكون في المستوطنات وبيتم استغلالهم فيه هذا الجانب اللي خاص في القانون العمل الفلسطيني الجانب اللي بدي أحكي عنه توطيق الانتهاكات إحنا واجهتنا مشكلة ما في دراسات واضحة ولا بيانات واضحة للجامعات لا تحكي عن بيانات حقيقية قديش نسبة النساء اللي يمارس ضدهم الانتهاك قديش نسبة النساء اللي لا تأخذ حقوقها بالكامل هلأ جديد عمالنا منشغل عبر لجنة التشغيل إنه يكون في قاعدة بيانات اسمها المرصد لحتى نرجعها بتوطيق الانتهاكات لقطاع النساء يعني مش معقولة اليوم ما منعرفش قديش نسبة النساء اللي بتشتغل في القطاعات وقدش نسبة الانتهاك إلها الأرقام أين تكمل المشكلة؟ المشكلة عنا باتجاه أولا المشكلة الأولى إنه إحنا الجامعات واضح إنه ما في موائمة في مخرجاتها للتعليم لسوق العمل ما في موائمة بمناهج التعليمية إحنا في الجامعات في مناهج البحث العلمي لكل طالب بيعملها هل فعلا فيه توجيه من الأكاديميين لإحتياجات سوق العمل إحتياجات رفع مستوى النساء في سوق العمل رفع حتى كفاءة العاملات يعني أنا التقيت في مجموعة من النساء المزارعات قابلتهم مع المحافظ يعني نساء فعلا رياديات وين فرصتهم لهذول النساء؟ ليه إحنا هذول النساء ما نعطيهم فرصة أنهم يكونوا في المجتمع قائدات في المجتمع هاي كانت مشكلتنا فيه قمع من الاتجاه الثاني فيه قمع كمان بعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني فيه غلاء معيشة وكمان لدي أحكي عنه العنف المبني عن نوع الاجتماع واللي رح نحكي عنه إنه مش بس مكمون بموقع العمل هي يمارس عليها العنف ويمارس عليها في الأسرة لما فيه عاملات بتغيب ثلاثة شهر وراح تحكي أنا أديش هذا إنعكاسه على الأسرة شو اللي بيصيرها في غيابها في موقع عمل فيه نساء تعرضوا للاعتداء وهاي المشكلة الأساسية اللي عم نشتغل عليها من بداية الـ 2015 نحن بيجينا حالات نحن عمالنا بنعمل حلقات موسعة للتوعية بالعنف في المبنى عن نوع الاجتماع إيشتنا حالة من الاعتداء إلى أين تتجه وين نوجهها وإذا توجهت للجهات الرسمية هل فيه حماية في ساحات الشرطة في ساحات القضاء هاي كمان كانت مشكلتنا هل فيه فعلا قوانين تحمي النساء في حالة الاعتداء القانون بيحكي عن الاعتداء بالمباشر لكن إذا أنا أعتدى عليّ لفظيا إذا اعتدى عليه نفسيا وهاي كانت مشكلتنا الأساسية نريد أن نشرك أيضا ضيفتنا من جنين إيمان القاسم وهي منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين للحديث أكثر أيضا عن واقع المرأة العاملة في أسوق الفلسطينية وأبرز المشاكل التي تصل الاتحاد في المحافظة كيف تتم معالجتها من جديد مساء الخير لك إيمان جسع المساكة نعم إيمان نريد أن نتحدث بداية عن أبرز المشاكل التي تصل للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين عفوا وواقع المرأة الفلسطينية في المحافظة في سوق العمل ما الأبرز الذي يمكن الإشارة له في هذا الإطار الإيمان أول إيشي حابي بأكد على اللي حكته الأخت عايشة والأخت مونة بالنسبة للقضائية أنه عدم تطبيق القانون العمل هو يعد مسألة كتير مهمة في سوق العمل حتى أن يعزز المرأة في سوق العمل يمكن البطالة الارتفاع نسبة البطالة والفقر هي سبب من الأسباب اللي ما تخلي النساء يتوجههم لتقديم شكاوة بالانتهاكات نعم إيما بالانتهاكات اللي بتمارس ضدهم من قبل أصحاب العمل تفضلي أكملي كمان بالنسبة للأهم القضاء يعني في عنا حكينا عن التمييز والأجور المتدنية ساعات العمل الطويلة عدم موجود بيئة عمل آمنة بالنسبة للعاملات عدم موجود تأمين ضد إصابات العمل هاي كلاتها مشاكل بتعالي منها النساء يمكن في عنا في جنين في خصوصية لما حكينا عن قطاع الغزل والنسير أنه عنا يقسم إلى ثلاث أقسام بالنسبة للغزل والنسير أنه في عنا المصانع مديرها ومشغلها هو من الداخل ولكن العاملين فيها هم من داخل المحافظة هاي المشاغل مثل المشاغل العامل فيها في برطعة وعنا مشاغل أخرى المشغل من الداخل وكمان هو نفس المشغل وبعض المشتغلين بالإضافة لعمال من الضفة موجودين فيها نعم وفيه الثالث اللي هو مشغلين محليين بالإضافة للمشتغلين اللي موجودين فيها هم كمان محليين طيب هذه المشكلات فتختلفون المشاكل نعم هذه المشاكل إيمان كيف بتم متابعتها من قبلكم كيف تصلكم أصلا وكيف من الممكن العمل على أساسها ومحاولة حلها ومساعدة المرأة الفلسطينية في السوق العمل هلأ إحنا كدائرة مرأة موجودة في المحافظة بنقوم بالتواصل مع العاملاء في مواقع العمل في عنا كمان لجان عمالية موجودة في مواقع العمل إما هي عن طريق هذه اللجان ممكن إذا تمست مشكلة في إحدى مواقع العمل إنها تتوجه لإلنا وتحكي لنا عن المشكلة وإحنا بنروح بمتابعتها مباشرة أو إنه نفس العامل اللي وقع عليها الضرر أو المشكلة ممكن تتوجه شخصيا لمقار الاتحاد عندنا وإحنا بنكون متابعتها من خلال النقابيات اللي موجودين وبمساعدة النقابيين اللي موجودين في الاتحاد لأنه زي ما بتعرف في عندنا الدائرة القانونية هاي دائرة متخصص سواء في القضايا اللي داخل الخط الأخضر أو القضايا داخل مناطق السلطة إيمان لو تضايينا في بعض القضايا المتعلقة بعمل المرأة الفلسطينية في المستعمرات الإسرائيلية وكيف يتم استغلالها من خلال العمل هناك وأبرز القضايا اللي وصلتكم في هذا الإطار احنا داخل المستعمرات يمكن على اساس أنه محافظة جينية غير موجود يعني قريب منها مستعمرات ولكن في بعض النساء العاملات في مجال الزراعة بيشتغلوا في سهل زرعين أو مقابلة هدول العاملات يعني هن ما بيطبق عليه الحد الأدنى للأجور المقرر فيه بالداخل هاي وحدة اتنين بعانن من مشكلة السماسرة نعم بالإضافة للصحة والسلام المهنية الغير متبعة يعني المبيدات الحشرية اللي بيستخدموها في الزراعة هن يعني ما بيراعوا فيها أنه يعطوهم مسائل الصحة والسلام المهنية حتى يوقن نفسهن من الأمراض مستقبلا نعم طيب خليكي معنا إيمان ومن جديد أعود إلى ضيفتي بالستوديا ست عائشة وست مونة من جديد أهلا بكم وكنا نتحدث عن واقع عشرة وكذلك الواقع اللي تحدثت عنه إيمان الآن فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون وأن يكون هناك رقابة ما الإمكانية لذلك للعمل ست مونة وبالتعاون مع نقبات العمالية في هذا الإطار يعني هو بالأساس في المشاكل المرأة العاملة اللي تفضلوا فيها الأختين هي بتركز بتتركز بشكل أساسي إلى ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتفعيل المحاكم لأنه محاسبة من يتجاوز أو من يخرق هذه القوانين باتجاه قضايا المرأة وأيضا يجب على وزارة العمل وبالتأكيد أنا كنت أتمنى أنه بهذه الجلسة يكون حدا من وزارة العمل لحتى لأنه بالتأكيد في هناك قوانين رادعة لكتير من الخروقات اللي بتم بحق المرأة العاملة ولكن هناك عنصر هام يقع على وزارة العمل هو رقابة هذه المصانع ورقابة كيفية يتم كيف يتم التعامل مع المرأة العاملة نحن في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية طبعا تم التواصل مع نقابات العمال من خلال وحدة المرأة بالنقابة وتدرسنا الوضع ويمكن طلعنا على العديد من المشاكل والإشكاليات التي تواجه المرأة والعاملة لذلك هناك خطة في مذكر التفاهم ستوقع بين الاتحاد ونقابات العمال خاصة بحقوق المرأة العاملة سواء التوعية التدريب تأهيل مطالبات حقوقية باتجاه تحسين وضعهم دمج بعد الشرائح العمالية بقانون العمل إلى غير ذلك ومنها كمان الحملات يعني حملة الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى للأجور حملة حماية النساء بالمصانع تأمين بيئة ملائمة للعمل الحفاظ على صحة المرأة العاملة أخذ بالاعتبار وضع المرأة والأمومة كل هذا سيتم ضمن هذه المذكرة وأيضا سيتم سياغة حملات من أزل الدفع بالتحقيق هذه الحقوق للمرأة نحن بالنسبة لنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية منشوف أنه العروز يعني المشكلة الأساسية تكمن هي في التشريعات والقوانين التي المطبقة في فلسطين يعني لما يكون هناك في قانون معناته في حد للعنف ضد المرأة لما يكون في تشريع واضح للجميع في هناك كمان حد للعنف وبالتالي في قانون ولكن هذا القانون بحاجة لفرضه لتنفيذه بشكل حازم وأيضا بده رقابة عليه وبده كمان فرض عقوبات على من يخرق هذا القانون ما الذي يمنع أنه يكون فيه تطبيق للقوانين ويكون فيه رقابة يعني يعني الأخت بتقولك اللي بنجينين أنه يكون المصنع موجود بدولة فلسطين ولكن المالكه بيكون بإسرائيل هذا تهرب من القانون الفلسطيني إشي بده يعني لما بده فيه إشي بتطبق عليه قانون فلسطين ولما بده استحقاق العامل اللي بده استحقاق فيه تلاعب بالقانون وبالتالي هون بيجي وزارة العمل أنه مفروض أي منشأة عمالية تقام على أرض فلسطين يجب أن تخضع للقانون الفلسطيني ويجب أن تراقب فبش أنه كل واحد يعني عن هذه المصانع اللي تعمل بنفس الآلية بيكون صاحبها بالأساس إسرائيلي يعني فيه بعض المصانع أصحاب إسرائيليين عمليا وبالتالي بتهربوا من كتير من الاستحقاقات اللي مفروض مترتبة عليهم اتجاه العمال وهذا بنعكس بشكل أساسي على العاملات وبالتالي اللي بدي يحمي العاملات هو الحكومة المتمثلة بوزارة العمل وأيضا نحن نحن نقابات العمال واتحاد العام للمرأة الفلسطينية كل من إلو دوره وإلو آلية عمله بس مفروض بالنهاية نحن نعمل على تخفيف العنف الواقع على المرأة العاملة سواء كانت بالمصنع ولا بأي منشأة صناعية أو حتى يعني هلأ إحنا ضمن السياق اللي بيتم العمل إلو إنه إحنا عم نقول إنه فيه هناك شرائح عمالية للمرأة غير مشمولة بقانون العمل زي خدم المنازل العاملات بالمنازل يعني بالنهاية لا حقوق لها ولا إلها أي ضمانات لا صحية ولا اجتماعية إلا غير ذلك هذا خلل مفروض إنه بالحد الأدنى نقعد ونشوف كيفية الخروج من هذا المأزق أيضا العاملات بمجال الزراعة في خلال عملهن في كتير من النساء يتعرضن إلى مشاكل صحية في بعض الزراعة هذا كمان مفروض إنه نقف عليه ونشوف كيفية حماية المرأة صحيا اتجاه المصانع الثانية اللي هي الكيموية اللي إلى درج مباشر على صحة المرأة إحنا لما بنحكي لأنه الخدمات بالدرجة الأولى أكتر من اللي بيعملوا فيها هما نساء وبالتالي يجب أن يتم رعاية لإلهم من خلال سن قوانين رادعة تحمل صحتهم وبنفس الوقت تكون هي بمثابة دعم ومساندة للمرأة لأنه أنا بعتبر أنه المرأة وخصوصا إحنا بمجتمعنا الفلسطيني جزء كبير من النساء هي التي ترعى أسرها وبالتالي يجب علينا أن نحافظ على صحة المرأة حتى تكون على الأليل مشمولة ضمن الدخل القومي وأيضا نضف لكل ذلك ما يتعلق بما ذكرنا الحد الأدنى للأجور وهذا الموضوع من المفترض تعملون على أساسه في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين رغم إقرار هذا القانون الحد الأدنى للأجور إلا أنه لا يطبق وهناك استغلال مازال متواصل فيما يتعلق بالدخل للمرأة العاملة في السوق الفلسطينية لماذا لا يطبق وما الذي يساعد أرباب العمل على استغلال المرأة في هذه الناحية إن كانت المرأة تعرف أنه الحد الأدنى يصل أعتقد لألف واربعمائة شكل تقريبا يعني بهمني من هذه البوابة ومدام بحكي على تلفزيون فلسطين واللي رح يشوفوا مشاهدين عدد كبير من ضمن العاملات بهمني أنا وهلها شغلة مهمة قانون العمل فلسطيني أقر من 1-1-2013 من هذا التاريخ هو ساري المفعول أي عاملة تتقاضى مبلغ أقل من الحد الأدنى للأجور وبصير أي مشكلة معها مع صاحب العمل وبتروح تاخد أولا استكمال راتبها من 1-1-2013 لحد إنهاء عقدها من ثم تاخد نهاية خدمتها على 1450 1450 شكل هذا موضوع جدا مهم هذا على أولويات عملنا في توعية النساء لكن مثل ما أنا قلت لك إحنا في عنا فقر عالي جدا في غلاء معيشة أنا توجهت لمجموعة كبيرة مثل كل كادر دائرة المرأة يوجد خوف عند النساء وعيتيها في القانون قلت لها هذا حقق بحالة عدم حدوث إشكالية هي ما تقدر تطالب بحوها تقدرش تقولها بدي شروط الصحة والسلام المهنية تقدرش تقولها بدي زيادة راتب بأنه ممكن يقولها روحي في ألفين بستنوا بره على الباب فيش حماية للقانون وهذا من هذا المدخل اللي بدأ أحكي عنه أقول لحد اليوم قلنا بجوز قلنا عشر سنين منحكي في وزارة العمل في مشكلة في دوائر التفتيش لهلا موجود أربعين بالضخم كادر الوظيفة في الوزارات لكن لا يزداد عدد المفتشين ضمن الدراسة اللي قدمتها الجهة الأكاديمية في مؤتمرنا الأخير واللي رح أشير عليه يعني نحكى أنه مفتش وزارة العمل إذا بده يرجع للمنشأة مرة تانية بده سبع سنين يعني كل منشأة بده يحصل لها دور مرة بكل سبع سنين شو الحماية اللي بدح ايها لك كل مواقع العمل؟ شو الحماية اللي بدح ايها للنساء لما بصير عندك موضوع مش بس النساء بصير عمالة الأطفال شو الحجز اللي دان إنه عدم وجود كادر مؤهل عدم وجود كادر مؤهل عدم وجود استراتيجية عند الحكومة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني مش معقول إحنا المفترض بهاي المرحلة إحنا صرنا مجربين قانون العمل الفلسطيني ومنحط تعديلات بما يتلاقم واقعنا بدأ اربط بالجانب الثاني اللي فيه انتهاك للنساء قانون الأحوال الشخصية لش احنا ربطنا كمان في الاتحاد العام للمرأة حماية المرأة مش بوابة العمل كمان حماية بالمجتمع حماية من قتل على خلفية الشرف حماية يكون فيه إلي قانون يحميني كأسرة كمرأة ينظر لي كمجتمع لكن احنا قانوننا ضعيف لا يحمل النساء بالعكس هو ينصف الرجل على المرأة ويدين كل تصرفات النساء ويعزز قتل النساء ويعزز انتهاكات الرجل وانزل على المحاكم وشوفي فيه ثقافة كمان مجتمعية لسه تتحكي بالنهج الأبوي بالثقافة الذكورية أنا التقيت في مجموعة من النساء اللي توجهوا لساحات القضاء القاضي والمحامي لسه بيحكي بالمنظور الذكوري ودائما كأنها المتهم ومن يتحمل المسؤولية هي المرأة ففي جميع الحالات فيه ثقافة مجتمعية موجودة عندنا ما زالت مترسخة عند الرجل بمفهومه أن دائما الخلل ومن يتحمل المسؤولية هي المرأة وهاي كانت مهمة نشتغل فيها مع الاتحاد العام للمرأة هننا مساندين لقضايانا الخاصة في النساء ونحن مساندين لهم بالقوانين اللي تحمي النساء من المجتمع لأنه هي جزء هي نصف المجتمع ويترب النصف الآخر إذا هي منتهكة يبقى نصف المجتمع يربى بطريقة غير صحيحة وهاي كانت مشكلتنا بدأ أشير للجانب اللي له علاقة بعاملات المستوطنات وهذا كان خط في عملنا جدا مهم إحنا موجودة عندنا مثلا في قلقيل يمفتوح مكتب دائرة للعاملات على المعبر لأنه ما قدرنا نوصل للعاملات وما كان في مجال نجيبهم عندنا على الاتحاد لقينا الطريقة الأسلم إنه لأنه نفتح مكتب خاص صار فيه سبايا كم تقدر نسبة العاملات في المستوطنات الإسرائيلية؟ إحنا المشكلة إنه كل الأرقام اللي أنا رح أحكيها غير واقعية وحقيقة لأنه ما في دراسات واقعية ولا حتى تقريبية مثلا بالألوفات موجود أعداد من النساء لكن النسبة الأكبر إنه مش المشكلة بالمرخصين مش اللي عاملة تصريح أنت في مجموعة كبيرة من النساء اللي حكيت عنها تهرب بطريقة جدا مبتزلة جدا سيئة في نساء بنصاص الليالي بيتم تهربهم بالتركتورات بالتلاجات بتحت ظروف سيئة جدا بتدخل المستوطنات أنا التقيت في مجموعة في أريحة إحنا عنا في محافظات عدد كبير من النساء عندك أريحة عندك قلقيلية عندك بيت لحم عندك جنين في مجموعات كبيرة من النساء بتتجاه لقطاع الزراعة تشتغل أنا التقيت في صبايا خريجيات ماجستير من القدس بيشتغلوا في داخل أريحة في المستوطنات فيش عمل التقيت فيهم وحاولنا أن نوصل لهاي المواقع تفاجأ أنه وفيش أي نوع من أنواع شروط الصحة والسلام المهنية لهذول النساء ومش بس هيك بيخلوهم يقطفوا نباتات ما بتعاملوش معها عمال إسرائيل يعني أنا من ضمن الدراسات التقيت بمجموعة من العاملات في نبتة اسمها الريحان على المدى البعيد إذا ما استخدمت شروط الصحة والسلام المهنية إذا دخلت جوال أطفر لأكتر من مرة ممكن تعمل شلال عصبي هذا أبدأ يحكس يعني هذا مثبت في حالات أثرت على صحة العاملات طبعا إحنا لما عملنا طبعا هذا شغل مش بس كمرأة إحنا موجودين في شغل في قطاعات نقابات لما نقابت مثلا الزراعة عملت فحص لنسبة العمال اللي مشتغلوا في قطاع زراعة فاجأة نسبة 60% مصابين في دبحات صدرية أو التهاب رئوي لأنه عدم استخدام شروط الصحة والسلام المهنية في استخدامات الموبيدات الكيموية لكن كمان تفعيل القانون المفترض إنه في دائرة الصحة اللي بيصير فيها فحص للعامل سواء بدخول موقع العمل أو بخلال فترة وجود عمل وهذا غير مفاعل وهذه ضمن الإجراءات اللي أعطيت للعامل ولا تنفذ كانت هذا الجانب وهذا كمان اللي بنشتغل فيها مع الاتحاد العام للمرأة إنه هن نشتغلوا على استمار إلها علاقة بتوثيق الانتهاكات للقريبين من المستوطنات لأننا نحاول نزيد على هذه الاستمارة نعملها عن العاملات في المستوطنات في قطاعات محددة وهذا كان موضوع مهم جدا وليس أحكي عنه كيف يشتغلنا فيه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم نحن نرجع لهذه النقطة عائشة ومن جديد أريد أن أتوجه إلى ضيفتي في ستوديو جينين إيمان القاسم ونحن نتحدث في إطار الحد الأدنى للأجور والحديث عن أجور متدنية جدا وعدم تطبيق هذا القانون في سوق العمل الفلسطيني إيمان من جديد أهلا بك عن هذا الواقع والقضايا التي تصل في ما يتعلق بدائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين كم تجدون أن هناك تطبيق أو عدم تطبيق لهذا القانون ونسبة استغلال النساء في هذا الإطار ونحن نسمع كثيرا لأحاديث أن حتى مناطق الشمال تكون معرضة أكثر للاستغلال من مناطق الوسط والجنوب أكيد أختي نحن بالنسبة للحد الأدنى للأجور في محافظة جينين يكاد نسبة تطبيقه متدنية جدا جدا وعلى نطاق محدود في بعض المؤسسات المنتظمة لكن بالنسبة للشريحة الأكبر كالعاملات في مجال رياض الأطفال العاملات السكرتيرات في المكاتب والمحلات التجارية غير مطبق نهائيا عليهم وإذا كانت مطبق ممكن تكون حالات معدودة على أصابع اليد فقط يعني في عنا حالات توجهت لأينا يعني في بعض السكرتيرات توجهت لنا تعمل عند عدة مكاتب هي سكرتيرات واحدة كل حد بعطيها 100 شكل يعني بتجمع لها 800 شكل في الشهر وهذا هو راتبها ما تبرينه بالنهاية هولا التصور يعني أنه غير بتشتغل في ستة أو سبع أماكن عمل أتعابها وين مين اللي رح يتفعلها إياهم فذلك يعني فيه انتهاك كبير للقواء القانون سواء قانون العمل أو قرار حد الأدنى للأجور ولما بنحكي عن قانون العمل غير مطبق لا توجد هناك آليات آليات لدى وزارة العمل من أجل تنفيذ فعلي للقوانين على أرض الواقع القوانين كان نصوص موجودة ما شاء الله ولكن في التنفيذ لا يوجد هناك تنفيذ ساعات عمل طويلة العاملات في المحل التجاري والسكرتيرات يعمل من الساعة 8 للساعة 5 أو للساعة السادسة واللي بيشتغلهم في المحل التجارية بعملهم حتى في أريام الأعياد والمناسبات لبعد منتصف الليل دون ما يدفعوهن على ساعات العمل الإضافية يعني ممكن يعطوهن عيدية أو إنه يدفعوهن يعني شيء بسيط بالنسبة لهم فهذا انتهاك واضح انتهاك للقوانين انتهاك لحقوقها لحقوقها كمرأة كإنسانة موجودة هذا انتهاك واضح بالنسبة لهم كم تصل للنسبة إيمان فقط هذا السؤال فيما يتعلق بالمدخولات للمرأة العاملة خاصة في مناطق الشمال كم تصل بالشواكل وعلمنا إنه يعني السكرترات ومن يعملون أو يعملنا عفوا بالمصانع تكون الأجور متدنية جدا أكيد أنا توجهت لإلي قبل عدة أشهر إحدى العاملات في روضة أطفال تحمل شهادة البكالوريوس تتلقى 150 شيكل شهرية نعم يعني وقع مؤلم حقا هذا كراتب راتب أعلى نعم يعني في أعلى ممكن توصل لها شيء ألف ألف ومئتين شيكل وهذه تعتبر عاملة محظوظة جدا يعني في منطقتنا على أقل في محافظة جنيه نعم طيب راح نرجع نحكي أيضا فيما يتعلق بتدني الأجور بالنسبة للعاملات ما الإمكانية سيدة مونة لتطبيق ذلك المنادى بتطبيق ذلك والإصرار من قبل المرأة وكل المؤسسات المعنية بالمرأة لتطبيق هذا القانون مع أنه أصلا يعني المبلغ المقار لحد الأدنى للأجور هو غير متناسب مع المعيشة وغلاء المعيشة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية يعني إحنا ما بسعنا إلا أنه دائما نقول أنه في هناك انتهاك يقع على المرأة وبالتالي ضمن الحملات اللي مفروض أنه تنعمل إحنا والنقابات العمال وحتى كمان اتحاد العام لعمال فلسطين تتلخص حول الحقوق العمالية إحنا مجتمع درجات الفقر بإزياد وبالتالي يعني أكتر ناس بتنعكس عليهم هي وضع المرأة وبالتالي يجب على الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور اللي تم اعتمادا اللي هو 1450 شكل هذا المطلوب تطبيقه عمليا وخصوصا أنه نحنا كدولة فلسطين وقعنا على العديد من الاتفاقيات واحدة منها هي اتفاقية سيداو هي نبض كافة أشكال التمييز ضد المرأة على دولة فلسطين لكن حتى الاتفاقية تحكمها القوانين المعمول بها بالزبط على فلسطين أنه توائم القوانين والتشريعات داخل الدولة بما يتلائم وينسجم مع هاي الاتفاقية لذلك في بما يخص العمل يجب على دولة فلسطين أن نتوائم كل قانون العمل الفلسطيني بما ينسجم مع حقوق المرأة من هاي الاتفاقية نحن نقر نقر يعني اللي عم نسمعه من الأخوات اللي بالميدان اللي بتعامله بشكل يومي مع مشكلات المرأة العامة ويمكن في قضايا مش دائما النساء تطرق باب النقابات والاتحادات لحتى تعرض مشكلتها لأنه تعتبر أنه تاخد 150 أحسن ما تاخدش أو تاخد 200 أحسن ما تاخدش وبالتالي هي مغلوبة على أمرها والحاجة بتفعها أنه تقبل كتير من الانتهاكات تمارس ضدها من أجل على القليلة تأمين حياة كريمة وما أظنش أنه بهذا المملغ ممكن تكون في حياة كريمة لأي أسرة ولكن على القليلة بتسد جزء من المشكلة اللي منعيشها هون بيضع المشرع الفلسطيني ووزارة العمل أمام مسؤولياتهم باتجاه قضايا المرأة وقضايا المجتمع بحد ذاته لأنه أكيد مش بس المرأة اللي عم بتعاني كمان الرجل بيعاني بموضوع العمل وانت بتعرفي أنه نسبة البطالة بالمجتمع الفلسطيني هي نسبة لا يستهام فيها خرجيين وخرجيات الجامعات ما بيجدوش عمل وبالتالي بتطروا يشتغلوا أي عمل بأي مبلغ وفي الشروط سلامة لهم ومشان هيك بنقول أنه على الحكومة أنه تكتف جهودها من أجل على الأليل تخفيف هذا الظلم لأنه بالنهاية كمان ما تنسيش أنه إحنا تحت احتلال فالظلم مضاعف في وضع اقتصادي سيء نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على شعبنا ونتيجة الإجراءات ونتيجة الاتفاقيات المكبلة للاقتصاد الفلسطيني فهذا كله بنتيجته بعمل على تفاقم البطالة وأيضا بعمل على زيادة حد الفقر بفلسطين نعم إحنا بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال هاي المرحلة قلتلك أنه في العديد من الحملات مفروض أنه نرفعها لصانعي القرار نعم باتجاه الأخذ بيها وتطبيقها نعم حتى على الأليل يكون فيه جو ملائم لبيئة عمل صحي وصحيحة للمرأة أيضا نحن كمان دمن قرار 13-25 واللي هو هذا بيحكي على حماية النساء في ضل البلدان اللي بسودها لزعات مسلحة أو احتلال نحن عمليا في هناك استمارة توثق الانتهاكات الإسرائيلية للعمال سواء اللي بيعملون بالمستوطنات مع أنه إحنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية يعني في هناك حضر كامل للعمل داخل المستوطنات ولكن في هناك اضطرار الواقع ولكن نحن كاتحاد نتحفظ عليه تحفظ كامل وغير مقبول توصياتك الأخيرة سيدة منافين توصيات الأخيرة أنه قانون العمل الفلسطيني ينفذ ويكون فيه مسائل لمن يخرق هذا النظام يجب خلق بيئة مناسبة للمرأة داخل العمل يجب تطبيق الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان على العاملات داخل فلسطين نعم بشكلك سيدة منا وعائشة أيضا نريد أن نتحدث عن توصيات الأبرز في هذا الإطار المطالب وأنت تتحدث باسم المرأة العاملة طبعا إحنا بجرد أشير لأنه كان من أكم يوم في مؤتمر لدائرة المرأة شارك في وزارة المرأة المفترض كانت تشارك وزارة العمل شارك في أعضاء المجلس التشريعي شارك في منظمة العمل الدولية وجبنا أوراق كانت الأوراق بتخص الاتحاد العام للمرأة أوراق كانت مقدمة جامعة بيرزيت أوراق مقدمة من الإعلام كان توجهنا طبعا ضمن توجه أن عضويتنا موجودين في الشبكة العربية النقابية هذه الشبكة أنشئت من 4-5 سنين وهلأ عم بتم تفعيلها هي ملامسة قضايا النساء العاملات في الوطن العربي وترسيخ مفاهيم موحدة على مستوى الوطن العربي العمل عليها ولهذا سيكون المرحلة الجاي والذي خرج توصية عنه إنشاء شبكة للنساء الفلسطينيات النقابيات سيكون فيها كل مؤسسات المجتمع المدني سيكون فيها القطاع الخاص ما سنشتغل بهذه المرحلة وما سنلزم سنلزم أن نشتغل وكانت ضمن توجهات العامة أن نشتغل على حملات في مناطق النزاع ونرجز موضوع الانتهاكات سواء إحنا أو اليمن أو ليبيا أو العراق أو سوريا هذا موضوع مش بس بمسنا إحنا بمس الوطن العربي فهي رح يكون في حملات عنا بفلسطين ورح يكون موازية إلها في الوطن العربي رح نشتغل على موضوع الإعلام واللي طلبنا كمان من وزارة الإعلام مواضح كمان الإعلام بيرسخ مفهوم العنف للمرأة لهلأ ما وصلنا الإعلام للدور الريادي اللي يحكي عن دور المرأة ويعطي واقع حقيقي للمرأة وهذا لمسناه في ضمن دراسة واضحة في فلسطين يعني بتحكي كيف موجه عنف ضد النساء في الإعلام وإنك بترسخي مفهوم العنصر الذكوري في داخل الإعلام وهذا كان موضوع جدا مهم حملات الضغط والمناصرة لقانون العمل الفلسطيني وبالأخص الحدي الأدنى للأجور رح يكون في عنا حملات لصناع القرار مش بس الموضوع تطبيق قانون العمل الفلسطيني زيادة الإجراءات والتجريم والجزاءات ضد عدم مطبطين قانون العمل الفلسطيني وبالأخص الجانب اللي احكي عنه موضوع الضمان الاجتماعي واللي احنا منتأمل كاتحاد لقابات عمل الفلسطيني يرفع نسبة النساء في موقع العمل في بوابة اللي خاصة في إجازة الأمومة والطفولة وهذا الجانب اللي رح نشطر عليه في توعية النساء في موضوع نحن نحتاج إلى مراقشة أكبر ومتابعة أكثر في هذا الإطار ونعد دائما بأن يكون لنا حديث وخاصة فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية العاملة في سوق العمل وواقع صعب ومرير بالطبع عاشته وتعيشه المرأة الفلسطينية العاملة في سوق العمل الفلسطيني وتحديات كبيرة لكل المؤسسات المعنية بالمرأة أشكر ضيفتي بالستوديو سيدة مونة الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عضو الأمانة العامة وسيدة عائشة حمودة سكرتير دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين أيضا أشكر ضيفتي في جنين إيمان القاسم منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين على هذه المشاركة مني أنا ضحة شامي أطيب المونة لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر